موسيقى تهلا شامعون هيبة الاسم والحالة الخاصة مابعرف بدي بلش من الاخر بدي اقليك مبروك عالجواز والتكريمات اول شي بعد في شي مطرح بساعة عندك بالجاية اي لا ولا صاروا اكتر هدك نهار هيك عبتطلع فيونا بقف يعني ايه صاروا اكتر ايه بس بعد استحق بعض اكتر صاروا اكتر عشو عددا ولا لانه مش كتير غيرك بياخد هالقد لا مش هيك انه صاروا عددا اكتر يعني واكيد هذا الشي بفرحنا يعني اه وانا من النوع يعني يعني بنبسط اكيد بالتكريمات العربية والتكريمات اللي هي معرجانات على مستوى الدولي يعني او الوطن الرسمي الرسمي ولكن كمان في اوقات جهات كتير بتحكيك يعني فعليات او جمعيات او نوادي اه مناطقية اه يمكن ازرع زيتوني او ازرع شجرة ارز او هيك فأنا من النوع يلي بلبى يعني هيك تكريمات اه يمكن مش هيك زيتا العدد ات اكتف يعني بتكوني موجودة انا انا بحترم يعني حتى هالجهات مت ما بحترم الجهات اللي يعني اللي هي اكتر رسمية او اكتر انتشارا على صعيد البقعة العربية يعني بتعرفي في شخصيات او ممثلين ممثلات يعني بالمجال بيبقى ما عندهم بقى الهمة تم اقول ما قالوا نجليات يعني ما عندهم الهمة كتير انه يلبوا بقولوا انه اوكي ماشى الحال انه دروح لهون لهون لاستلم جايزة او لاسلم جايزة هيدا شو بيكون احباط ولا عندهم شي ركول او عندهم شي تراجع بمسارتهم شكي بتفسريها سؤال كتير يبتع في دقرني يبتع في ليه لانه هالفترة انا صرت عقول بطل الي جلادي يعني اوقات عبتبرق على راسي هالفكرة عبقول انه تعبت لكي هو بتتعب يعني هي دايما انه اليفنتات او يعني يعني يتقطع عنا تحضيرات يعني ان كان شو مية بدي يلبسني بدي يعمل لي ماكياج بدي يعمل لي شعر كل هيدا التفاصيل يعني هي ممكن الاوقات العمر يعني وهذا بواحد بيتعب بس انه يعني انا بحاول اتغلب على هالكسل اللي عم يصيبني يعني لازم يعني دايما الفنان لازم يعرف بس ما يكون دايما تحت الاضواء ولا يغيب يعني ووقع طويل بس انت عم تقولي كسل وانت اسم الله عليك يعني الشاشات بعدها بتحكي بليلة بعروس بيروت وليلة عملت ازمة عند كل العالم اه طلعت بتضحك ليلة دحكت ست ليلة الظاهر يعني هيدا التفاعل من الناس اللي متابع تقلة شمعون تقلة شمعون مدرسة لا شك واستاذي التمثيل وبتخرجي ناس من الاكاديمية رح نحكي اكتر بهيدا الموضوع اه الناس تاخد عنك انه جدية صارمة متعرف ادي عنديك شخصية مرحة ببعض الاوقات شفنيها شوي بمسلسل جوليا بس شفنا شخصيات مختلفة لقلك يعني عالية الطيبة الام العاطفية اللي كلها مشاعر وقسة وهالقصص شفنا كاتيا كاتيا قصة مش قادرين نفهمها الشخصية المركبة بزيارة شفنا كمان يعني رعب كلار كانت رعب رعب وقدر هلا يلي عمي بينعرض بالسينما اللي هو كمان شخصية يعني غريبة ايه ليكي اه كيش بتنقلي بهالشخصيات ما بتتعب انت؟ ايه بتتعب بيناتهم؟ ايه اكيد بتعب ويمكن انا بقول فيها 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 انواع من الممثلين حتى لما كنت انا بالجامعة اه يعني دايما استاتيستي كانوا قلولي انو انت ذات الادوار المركبة يعني كانوا يلاحظوا علي من الجامعة اني انا بحب اني انقل من عمر لعمر من شكل لشكل من شخصية لشخصية ما بحب كرر حالي ما بحب اني اعتمد الاداء الطبيعي الحقيقي العفوي ويكون موجود معي بكل الادوار هادي يعني خيار ويمكن اوقات كتير معلش رحكون شوي صريحة وفي نفس الوقت علمية انو انو انت لما بتكوني عم بتشقي طريقك بمجال الفن وبعدك هيك بالعشرينات وعم ترسمي طريقك فيه طبيعيات الادوار التي تنعرض عليك والمنتجين اللي بيدقوا بابيك لادوار معينة بيصيروا بيخدوك انت لمحل معين يعني مثلا انو اذا كانت بنت كتير حلوة جميلة ورائعة الجمال خلاص اني رح يحطوها بالبنت اللي بتحب المغرومة العشقة بيعملو لها كادر على قد جميلة نعم ويلي بتكون متوسطة الجميل مثلي انا يعني ماني بشعة ولاني كنت حلوة متوسطة الجميل كانوا يقولوا هايدي بتشيل دور يعني بيجبوها انو تلعب كاراكتير فانتي بحطوك بهيدا المطرح بتصيري انتي بديك تثبتي وجودك واستمراريتك بالمهنة من هيدا الباب هلا قلون تارم يعني على المدى الطويل انا دايما بقول انو اللي بتخسر هي البنت الحلوة ويلي بتكفي اكتر وقت طويل هي البنت اللي اعتمدت انها ممثلة من هي وصغيرة تشتغل على انها تلعب كاراكتيرات وتقبل انها تكبر يعني انا كبروني بكير يا جمع انا بينهيني اي دور تقلا بتحس انو كان صعب كتير عليك بحياتك اي دور كان صعب هو مؤخرا دور كلار يلي بالزيارة يلي هو كان بالنسبة لقلي يعني مش قصة صعب اكتر ما هو فيه مخاوف من انو ققع بالمستهلك يعني انا بالنسبة لقلي مثلا ان كان عالية ان كان ليلة ظاهر فهني هو دي شخصيات هني كمان مركبة يعني هني شخصيات بعيدة كتير عن طبعي وعن انا وعن انفعالاتي وعن طريق التصرفي ومشيتي وحركتي والبدي لانجوج طبعي فولكن كلاير كانت صعبة بالنسبة لقلي بالزيارة لانو الرفيرانس المرجع يعني منو موجود هو شوي بيشبه يعني الخيال او الشي الخرافي او الشي اللي ممكن ما يتصدق يعني مين منا بيعرف انو حوالينا في مرا مسقون بنعرف يعني ديما لانو الممثل هو بيستوحي او هو بروح بيرائب او هو بروح بيعمل يعني نوع من كومنيكاسيون او من تواصل مواصل مع هول اشخاص كرمال اكتر واكتر يعرف يتقمص يمشي من هو ممكن هو تحدي لقلي انو لوين بدي يروح خفت ايه خفت صار معيك شي انتو عم تحاولت تفهمي كيف بيصير التواصل ايه انو هيدا العالم شوي المورقيات وهالقصاص شوي بيخوف بعض الناس ايه طبعا انو والكل يعني بيمطرح معين ببيقتوا اشخاص حوالي حكيوا عن هيدا او او جربوا انو روحوا لعند شيخ او روحوا لعند حدا صحيح هاي بي تعاطى بهذه الامور وكنا نحنا انا بذكر كنا عندي هالحشرية روح اتفرج وعرف شو عم بيصير ايه 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 انا بيخوفني لانو انا بمسما يلاقلي هومي مكان كتير ليفوت الشرير يعني ولا يقلب حياتي نسات معينة وأنا بما كان معين أنه عن جد يعني شفت الشرق شفت تقلة الشريرة يعني لمست شوية إذا أنا بكون شريرة كيف بعمل كيف تعملي لأنه ما عندي لأنه أنا أمام الكاميرا ما في حدا يقلي عيب يعني أنا أمام الكاميرا عندي مطلق الحرية أعمل لأنه هدا الدور ففي أشياء شالت يعني في أشياء أنا عملتها قالوا لي قفك أنه كتير الجريئة لشاهد هي قبل المشاهد إيه للمنصة لما بدأت تفوت عليك البيت يعني خاصة لما كنت عم بتوقحن جنسيا على جوزة لما أنا عم بقل له أنه روح نام مع هاي صحبتك لأنه هي بتكون كشفت أنه هو كان عم بإخونا ويجربت يعني 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 كسرت حاجز أو طابوه مثل ما بقوله إيه نتفاجقوا لما انخلصت المشهد قالوا وقفنا نشغل بقى مع تعله خلاص هي آخر مرة إيه لا لا عزان لتورقنا بمشاكل بذكر يعني كانت ندب وفرحاتي هيك كانت تلك عم بتكون أكتن كوتش إيش تعملي تالا عم بتلي هيك تالا أنا كتير قوي تالا بس حقيقي حالا حالا لما بيكون في قدامك موهب ضعيفة شو بتعملي؟ يعني أنت حصرت بالأعمال تبعيك من جيلك وقفوا أمامك ووقفت قدامهم موثلين كبار وكمان جيل الشباب أنت صديقة نجوم الشباب بقوله كمان إذا موهب ضعيفة قدامك شو بتعملي بتعترضي؟ كيف تتصرفي؟ أنت تخفي؟ أم أم لأيلي كمان، أنت تتمنى كل أنا أبنى أنه لن يكون في عندي كمان أبنى ضعيفة قدامي أنا يعني أم موهب ضعيفة قدامي جائعة؟ أم أأيلي كمان لأيلي كمان لا أصت كرمالي أنا أم يعني لأيلي كرمالي تكافؤ في قلب المشهد أم لأنه لأيلي كمان يعني بإذن أم يضطر المخرج يخفف من قوتيك ويقوي شوي اللي يبيلك حتى سير في بالنس توازن بالمشهد مني مضطرة أنا أخسر على حساب أي حدا يعني كل ممثل فيه عنده لأنا طبعه أنا أنا بكون عم بتعب على أو مش تهدي بهذا أو هو الآخر لأنه مش قادر يروح معي لأنه المشهد هو معزوفة نعزفها مع بعض صحيح يعني إذا هو أنا مع بيقدر يكون معي متلقس زكي وعنده مخيلة وعنده أريحية أنه يروح بالدور فهذا الشيء كمان بأثر على أني أنا كمان أني يروح شكتا عني شو الحل بالآخر بتهزي أنه بجرب يبهزه بجرب يعني أنا شوية بمارس المدرسة اللي في أستستيك أستستيك أنه بجرب أني أقول أنا أنا أعطيه أنت أعطيه أنه أشتغل على هيك روح لهون جرب هلأ هيك تعال معي تعال معي نأخذ نأخذ نقعد شوية هيتا نجرب هيك هيتا نعمل هيك بتبنى يعني أكيد يعني أنا لأني مدرسة بتبنى بس أكيد أنا برأيي أنه هيدا المهنة ما لازم نستخف فيها يعني ما لازم أنه نقول يلا ما علي صفا يعني شاب حلو صبية حلوة يلا جمالة بيعود عن الأداء في استخفاف حالي بالدراما طيب أو أتي كتير في استخفاف بالتابعي في استخفاف بالخيارات ككاستنج أو أتي بس استخفاف ما سمعت أشو أصدق بيعي معنى بيعي معنى أنه الأعمال اللي الدرامية عم بتحسي أنه بالكاست يلي عم بيكون موجود إن كان بالقصة أو بالنص أو بالوجوه اللي عم تمثل هل في استخفاف اليوم يعني عم شوف غزارة شوي بالإنتاج للمسلسلات عم بيكون موجودة أكتر من قبل يمكن نحنا بنحمل كسوق عربي بعد هجم أكبر من الإنتاج لكن هل نحنا فعلا نحنا كمنتجين هل عم نعمل أعمال فعلا يعني عم نتخطى حالنا ولا بعدنا عم نراوح مكاننا لا أكيد أكيد صار فيه مسؤولية أكبر وصار فيه لأنه المنافسة صارت أوسع وأنا بنسبة لي عم نروح أكتر للإحترافية في إحترافية عم بتصير كتير مهمة وين أكتر شي نقطة القوة فيها بالإخراج بالإنتاج بالنصوص أم بأداء التمثيل وين النقطة الأعلى يعني أي سكار بتاخد الأعلى بالدراما اليوم أه بحس التقنيات يعني الصورة الألوان يعني الأبياج يعني الشكل كله وهذا كتير عم بيسخوا عليه يعني عم بيعطينه أهمية أكتر من غيره هلأ أكيد كمان يعني هذا شيء بيلحق الأخراج لأنه نحن بنعرف أنه في كتير مخرجين من عالم السينما أجو هلأ للتليفزيو وأكيد اللغة صارت أقرب أقرب للسينما سينما أكتر هلأ بالنسبة للنصوص أنا بالنسبة لإلي بيزهقوني أوقات يعني لأنه صرت شوي يعني أعرف الأنواع هيدا أكشن تحقيق حول جريمة قتل حول سرقة حول كذا هيدا مثلا رعب هيدا تنقول يعني شوي رومانسي أو كذا يعني أنا برأي النصوص عم الحلقة الأضعف اليوم ما بدي أقول هيك يعني لما يعني لألك شعب يصير أنه صار فيه نماطية يعني كله بيشبه بعضه بس فيه أقيد نصوص عم تنفر عن نصوص ولكن كأنه صار فيه مثل نوع من أنواع نحنا بدنا هيك بدنا هيك بدنا هيك تلكون عطونا من هالنوع لأنه هوا المطلوبين أكتر فيه غياب شوي للنصوص اللي هي تحكي معاناة شارع بيئة خصوصية معينة بخص الشارع اللبناني الشارع السوري شارع المصري شارع السعودي أو الخليجي فهيدي المناطقية والبيئية والخصوصية عم بتغيب شوي عن الدراما طبعا ما نكون يعني عم نعمل أوتو كريتيك عم نعمل لقد زاتي كيف بتتلقي ردة الفعل يعني على المسرح ضغري الممثل بياخد ردة الفعل من الجمهور الموجودة كيف تنطري ردة الفعل على أعمال الدراما بتشاركي فيها عبر شو؟ آه وتكون أنا مشاركة بالهدا أكيد أنا دائما بعرف إذا العمل ناجي عنه عم صور آه بتحرفه؟ آه أنا عروس بيروت قلتلون هذا العمل يعني لما ريته لما هذا بتقولون هذا كيف إجا روبي عمل نقلة نوعية بالدراما هو رح يعمل هاك هلأ بسروا بصناعة عربية بينما عروس بيروت صراع صناع تقلل بوقتها كان أول عمل مشترك هم 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 يعني كان هو عم بيحضر لهال فان عرب الفان عرب برافو هلأ فمثل ما هلأ حضر للدراما التركية معمولة بالنسخة العربية عروس بيروت حضر له هلأ أنا أول شي إحساسي أنا لما بشوف أنه في زبزبات إيجيبية موجودة عسات إن كان بين الممثلين وبين المخرج وبين التقنيين ونحس هيك كليتنا عم نكون مبسوطين وعيلة وحلوة هيدا هيدا بقول دلالة كتير حلوة للنتيجة هيدا من الأشاير هلأ أكيد يعني لما أن العمل بيكون يعني عم نكليتنا مثل نرصد الريتنج ومنرصد الردات الفعل للجمهور ومنشوف قداش أنت وماشي بالشارع ناس عم تخبرك أنه عن العمل وبتوقفيك وبدأ تحكيك أكتر وأكتر هيدا من الدلالات أنه أنت عم بتقدمي عمل ناشا لأنك أنت أكتب يعني أنا اتفجأت أنه تعالى شاملون أكتب على السوشال ميديا ليه زوبة إيه عالي إيه بس إذا كجيلكون إيه جيلكون غير الجيل الجديد الجيل الجديد بتحسي أنه السوشال ميديا كأنه رفقاتهم خلص تعودوا على هالشي لأنه يمكن بيواكبهم وخلص صرنا معودين أنه شي جديد بيلحق الحداثة بس بيجي لكم يعني أنتم مش كتير قادمين بس بيجي لك أن تكوني موجودة على السوشال ميديا وبالتابعة وكل شيء ليه خوفا من أنك ما تكوني موجودة خوفا من أنه لازم كون ولا حبا بالسوشال ميديا يخبرك أنا قصتي مع السوشال ميديا أجيت مؤخرة يعني أنا لما كنت عم بعمل عروس بيروت قالوا لي لا يعني أنت لازم بخوفي عنديك إنستا يعني أكاونت على إنستا قلت لهم كيف بيصير ببدي يليهيني يعني ببدي يليهيني عن الشغل فبلشت هيكل الخبرية هلأ أكيد بتصيري أنت يعني تقولي أنه أنا صار في عندي ناس بتحبني وبدأ تعرف أخباري بتصيري أنت احتراما لألة بتقولي خليني خبرهم أنا وين هلأ شو صار وشو بس بعدين بتشوفي أنه الأكاونتت الفنزي اللي عملينا بيسبقوكي هني على كل الأخبار يعني أنا بسير نخد منهم يعني هلأ هلأ أكيد يعني أنا الخطر وين يعني لما أنت ستحسي أنه طب أنا عندي متين وثلاثة وثلاثين ألف وغيري عنده خمس من يوم غيري عنده مليون وغيري عنده مبارشو تسير تقولي أنت أنه بعتني أنا كثير بعيدة لما بسيرت لعبة لعبة المقارنة بتصيري أنت كثير أدكتد أنه بتصيري أنت موجودة كل الوقت عمت هذا بالنسبة لإلي أنا بلشت أخسر كم مسلي يعني أنا ما بحب أنه تصير هو إدمان لإلي هيدا الموضوع وبجرب أني أسحب حالي عطول أغلب الأوقات لركز على قراءاتي على معهدي على يعني على أشغالي يعني لركز على هذا الموضوع لأنه مجرد ما أنك أنت تفكري قديش هيداك إجاي لايكس وقديش أنت إجايكي وهيدا شو علق وهيدا كذا أنت خلاص سوريا نحستعمل الكلمة بتصيري سخيفة بتصيري أنه أنت يعني الرقم هو اللي عم بتحكم فيك عم بتحكم فيي بالوقت يعني صرت أنا لأ أنا بدي روح شوف بشبات في عندي أشياء بشخصيتي التمثيلية ناقصة روح أشتغل عليها روح طور حالي فأنا هيدا الموضوع يعني عن جد أكتر واحد يعني كبير وعنده موخ ممكن يوقع فيه إذا ما كان عم بيعرف يفصل حاله أغلب الأوقات ويرجع لهيك لزيته يعني يقعد مع زيته فهيدا هي الخبرية يعني بجارب أنه ما غيب كثير وبيجارب أني ما أوقع بقصة أنه أنا شو أكلت وش شربت وأنا وجوزي شو عم نعم لا 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 ما أحبها ودلل مجموح تحب القهوة؟ كثير حجرت؟ نعم تحبيها مرة حلوة؟ مرة مرة ما هي بلدها؟ انت بتشرب قهوة؟ عبكرة بس؟ اقتر شي عبكرة هي بس بس شرب بكثرة وبعد الظهر يعني بس مكتير بعد الظهر عبكرة يعني اليوم انا شوي ظلمتك فيها بدك تشرباء قهوة الان لانه هلأ بنا فوت بالاسماء كتير لا ما تقلي لي ما بحب انا هايدا نوعا مع القهوة بقطعوا لأنه مرة لأنه دايما القهوة والقعدة والسبحية هي للنميمة تبادل الأفكار وهي لا فعلا بس لك الليلة حذكر أسماء حكون صريحة كتير ومباشرة انتحدا كتير طلع يعني بنفس المسلسلات طلع مع كتير وجوه منهم كانوا شابات ببداية طريقهم منهم كان عندهم موهبا من 10 و 15 سنة حضور والأسماء هولي صار عندهم حضور عند الناس بس أنا عند الحشرية أنا عند الحشرية أعرف نظرتك أولا كممثلة أستاذي التمثيل وكأكاديميا يعني وبدي أعرف نظرتك كممثلة محترفة سبقتيهم بالمشوار يعني شفنا تعامل بينك وبين كارمن بصايبس مؤخرا بعروس بيروت وعلى أكتر من كمانا ومارينا الفيلم اللي انتاجكن انتي وجوزيك توني فرجالها اسمها سبري فيلم سبري فيلم رح نحكي عنها النقطة كمان كارمن بصايبس سيرين عبدالنور ماجي بغصن مع فرق عمقول الكارير طبعون أمي سياح بصورة الفلاحين زكريني إذا أنا سيد دينا الشاربيني بروبي باميلا الكيك بيا بيا جزور جزور يعني كلهم أسماء عصرتيهم بدي من تقلة شامون الممثلة المحترفة نقطة القوة بكل اسم منهم أنا حقلك الاسم وعافة جيل أنا ما بعرف يعني شو نقطة القوة عند كارمن بصايبس شو نقطة القوة عند كارمن بصايبس الصدقة وتفتيشة عند سيرين عبدالنور عند سيرين عبدالنور العفوية اللي عندها إياها وهيك وهل طيبة يعني اللي عندها إياها ويلي بتبين يلي هي هيك بتصير قريبة للقلب دينا الشاربيني دينا هلأ كمينة نزمة دينا الشاربيني أنا مؤخرا كنت معا كمين بزيارة دينا الشاربيني موهبة يعني موهبة يعني منوقف عندها يعني منوقف ما كانت بجزور يعني هي لفتت الأنظار يعني أنا ما كنت أعرفها ويمكن ما كانت كتير بعد هي بأول ما بلش بيمكن بمجال التمثيل وكتير أعجبت قديشة قدي بتلعب بي بساطة ورقي يعني هيك أمي صياح أمي صياح يعني عندها سهل الممتنع وهيدا شي كتير حلو يتمتع في الممثل صحيح وعندها هيك يعني أنا بذكر بصورة الفلاحين يعني كتير يعني أنتريارها حلو يعني الداخلها حلو ما في تكلف صحيح ما جيبوا غصن؟ ما جيبوا غصن أنا بحب فيها إصرارة وتحديها يعني عم بتثبت يوم عن يوم إنها ممثلة كاركتيرات يعني هي أكيداً مثل أقلي بالكوميكية كانت النومبر ون يعني باللبنات وهلأ أنا بالموت معجبة جداً بالشخصية اللي عم بتأديها حلو بسألك عن مين رياب فارس ولا لا؟ إيه ليش لا؟ يعني عارف جين لقاهم في معلنا قبل ما يخلص إيه لا ميريام فارس أنا بتعرفي من قبل ما بمثل أنا ويها بإتهام أنا بذكر مرة كنا ما رح أذكر أي عمل قلت لهم أنا هيد البنة بتغني كنتين بلش جديد قلت لهم أنا بشوفها بكليباتها بحس فيها ممثلة فيها أنا برأيي أنه ممكن نجيبها بهذا العمل وقتها كنا عم نشوف مين إنه فيها يعني كان لازم تكون تغني وتمثل تولهم هيدا وباش بعد فترة عملت سلينا كان اسمه الفين مع دوريد لحام أنا أنا بشوف فيها يعني موهمة التمثيل موجودة فيها أكيد بدي ملاحظة مش لكل الأسماء بدي تنقص اسم واحد وتقدمي له ملاحظة كونك أكاديمية اسم واحد أو اسمان من اللي ذكرت الله أو إذا بديك من اللي مذكرتهم ممكن نادين إنجام مذكرتهم لا خلينا بلي ذكرتهم يلي ما اشتغلت معهم يعني يلا ما بحب ببين إنه كأنه أنا يعني عم تدوي على شيء لا تقليك ليه اكتر بيعرفوا إنه عندك أكاديمية أوكي وأنتي استاذ التمثيل يعني بتمرني تلميذيك ليصيروا ممثلين صح؟ يعني أنا هيدا النظرة بدي إياها مش نظرة الممثلة اللي عم تعطي رأيها لا بعرف بعرف بس في ملاحظة بتحسي لازم تكون بالناء يعني إذا قلتي لها إياها إنه يريت هيدا الشي يكون مش موجود خلال تمثيلي كيمكن تعطي ملاحظة على البادي لانجوج يعني أكيد عندي لا ما في عندي شيء يعني واضح لا لا ما في عندي شيء يعني معين لا لا ما في عندي شيء واضح هلا كل حدها يعني هو يعني حتى أنا وطب أحضر حالي بجلط حالي كتير بجلط حالي يعني إذا الممثل مش رح يقبل ملاحظة وهو عم يشوف حاله إنه هو واو أبدع بالمطلق بأي دور بكل دور حتى اللي بتبدع فيه في لحظات ضعف تقطع فيها يعني فأنا بنسبة لألي أنا عم يشوف عندهم كلهم جدية واجتهاد يعني ومسابرة نحول التقدم يعني والتطور فلا ما عندي يعني أكاديميا خلينا نقول كيف بتؤفري الموهبة أنت موهبة من خلال شي عم بحضره يعني لا لا بالأكاديمية عنديك أه بالأكاديمية كيف بتؤفري تلميذ إنه هيدا موهبة أول شي قديشه كرياتيف يعني قديشه هو يبدع من لا شيء يعني مش يعتمد على أن يقلد ويجيب أدوات غيره ويبلش ينطلق مننا فدايما هو نقع فيه إنه نحنا مننطلق من أدوات غيرنا فيه دائما تأثر يعني أنا قبل مخزونة عندي مخزونة معايا ممكن أنا أخد منه الموهبة الأوية هو اللي بيكون بيخد من ذاته يعني هو حدا بيعمل إضافة هو حدا ما بيقلت حدا هو حدا عنده يعني يعني مقاربة خاصة للعب هيدا النوع من المشاهد للعب هيدا النوع من الأدوار عنده قراءته الخاصة لو تلميز كيف كانت بدايتك؟ شو؟ يالا مهات عمي ولا أنا برأي بدايتك كانت فاشلة يعني أنا بكتير عندي كان يعني يمكن تأثيرات من المشاهدات لألك شغلي كمان بديك تاخد البيئة يعني نحنا بزمعن كانت مشاهداتنا كتير محصورة يعني أنا بذكر يا الله هيدا أول مرة ممكن أبخبرها أنه أنا في بالكونكور دانتري بالفحص الدخول للجامعة كان في شي مسموه تاست بسيكولوجيك يعني يعني فحص نفسي 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 يشوفوا شويك شخصيتك أنتك أنت شوفي شو بتحضري فأنا إذا بيجو سألوني أي مسرحية بحضر أنا يعني أنا عايشي بالضيعة يعني أنا ماني شايفة باني شايف المسرح وأهلي مش هالمسقفين واللي بروحوا على مسرح بس وقتها كنت عم بعمل أهليم ورحت أحضرت مسرحية صانع الأحلام لريمو جبارة الله إيه لأني بوقتها أنا كنت أقرأ وبيدي أعمل معهم مقابلة يا ريمو كيم ضمن البروجيات اللي بدي أعملها بالجامعة بدي أعمل أنا مقابلة مع ريمو جبارة ومسرحية فأنا حضرتوا اللوات فوقتها خبرتهم عن المسرحية قالوا عاني واو إنه شمسقفة إنه حاضرة صانع الأحلام اللي هي من أهم المسرحيات يعني فأنا بدي إليك إنه طبيعة الحال إنه ثقافة ثقافة الفنية هي فيها شي من المشاهدة فيها شي من الموروسة اللي أنت بتخديه قديش أنت بتعرفي تاخدي أولادك تلميزيك ليحضروا ويشوفوا إشياء فعلاً فنية داي بيصير هني إذا فاتوا بمجال الفن راح يكونوا أكتر يعني متحررين من المخزون التقليدي والنموذج الاستهلاكي بس لقلت بدايتي فاش اللي كانت شو صار معي يعني أنا بحس كي في شي من الرواسب الكليشيهات اللي بالتمثيل اللي أخدتها أنا من مشاهداتي اللي هي قدام مين عملتت الفحص؟ قدام السيدة لطيفية ملت أوجهنا تحيي استيستي ووقتها كان كمان مريس معلوف ما كنت عارفهم يعني كنت أنا وقتها فتت يعني شفتت اثنين عتموا الصالة قالوا لي فوتي وراء البردية لما من ضو الضو بتفوتي هيدا لي قالوا ليه وأنا سمعت هيدا الشي ما عدت سمعت شي بعرف إنو انتقلت لوقت خلصت طلعت في ديون هيكين هيدا عم بطلع فيه بإعجاب قلت أنا لا لا هيئة هيك وقتها من لان كنت عم بسمع غيري إنو ما خلونا نكافر الناس ووقفونا أنا منهم انت عارفة؟ أنا بست خبري خبري ما حدا بيعرفها أنا قدمت أول ما بدي قامل تخصص جاي معي قلت حبي قامل إخراج رحت قدمت عطيونا نص له واحدة بديت تنعدم يعني بديوها لنوقع دائمة فأنا واسقة من حالي وفايت فتت لقيت اللجنة فيها ست لطيفة ملتقى واستاذ أنتوان ملتقى يلي هني بيزقب يعني عشرة عبيد صغار نحنا كنا ما نحضر بس أنا ما بعرف ليه نسيقة عشرة عبيد صغار بتعملي قلق وخوف لليوم أنا بحاف من هيدا الشي أنا فتت شفتون انرعبت خلص خلصت الناس هايك حسيتون إنو الظهرت بلت أنا أكيد ما راح نجح يعني أولاً ماني موهوبة تانياً حسيت حالي أني ضعيفة يعني خلص خفقت من اللجنة جو بدي أعمل وبيسمع واحدة بتصرخ بالعالي اهو Looks like aino تقولت أنا شوفيتي ريعم طلعب الدور اي تشوفي الفرق بين الموهوب عن جد واللي بده يعمل ممثل بالقوة موجود نجوم كذبة بالتمثيل اليوم فيه كذبة بالتمثيل يعني يعني فيه يعني فيه ناس بس تاك بس ما بيكفه يعني بيجي وقت وخلص بتروح طيب الأكاديمية صر لثمين سنين نشوفنا أكتر لأ كنا مش تمثيل كنا نعطي كتير تصوير إضاءة كله علاقة بالدمان بس ما فيه ولا تلميذ شوفنا نجم من بعدها تزعل إيه؟ بزعل إذا ما فيه حدا نجم لأ لأ فيش تلميذ حسيتي إنه فات على التمثيل نحنا ما بنعرفه إنه كان عندك بالأكاديمية هلا أنا أنا صلي بعلم قدات 8 سنين صلي بـ 8 سنين ما طلح حلال لا ما صعد لهالقات أقل شوي لأ بس هو فيه أشخاص عب تبلش يعني تفوت بمجال الترسيل أدوار تاني واضح أكيد أكيد هلا أنا كمان فيه 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 ممثلين بيجوا لعندي اشتغل عليهم يعني مش بس مختلفين يعني مجال الاحتراف بس الليكي هي مقلعة يعني هو هو إنك تكوني نجمة يعني هي مسيرة كتير يعني معلقة بأمور كتيري بأمور إنه الشكل والدعم والتبني من قبل شركة الإنتاج وصناعة يعني أكيد 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 يقول إنه أنا وأنا سألتهم إنه هذا المسلسل يعني دبلش قال لا ما دبلش يعني هل تبطل يشرب أسيح؟ اللي الإيغو عندك عالي؟ لا لا بشل بش هيك لأنه أنا بحث أن هذا مضر لألي مضر لأي حدا أنت ما بتقدري تكوني عم بتشوفي مشاهد مؤدينا أنت هلأ بتجي تقديها وما تكوني أنتو عم بتمثلي خيالك أو ذكرتي صح عم بتشوف هيدا المشهد هذا ما هو تمثيل ما رح فيك تمثلي عظيم لشو تمثيل استنساخ ما نو استنساخ تمثيل هو عملية خلق كيف خيك تخلقي من دور موجود ليش شو موجود أنا هي قراءتها الخاصة وأنا قراءتها الخاصة تفوقت عليها؟ ولا ما بعرف يعني أنا بالنسبة لألي ما حضرتها لحتى أقول إذا تفوقت عليها ولكن أنا بعرف أنه هي ممثلة من الممثلين كتير مهمين طبعا بتركيا وإستاذ التمثيل ومثلة مسرح يعني إذا بتجي بتشوفي يعني خامتها التمثيلية بتشبه خامتها يعني جاي من عالم المسرح التجريبة اللي أنا اشتغل فيه سنين طويلة كمان بتدرس مدد تتمثيل مثل ما أنا بدرس يعني وحتى كينو قلولي الأتراك أنت كاركتارك بشبهها يعني أنت حدا مهضومة وقريبة لقلبه عندي كروح الشباب مثله فالبدي أقوله أنه أنا أنا ما يعني يعني مش بري قولت فوقت عليها ولكن في ناسي اللي كانوا حاضرين يعني الناسختين بيقولوا أنه أنت في شيء أضفتي للشخصي ما كان يعني أنا اللي قالك شغلي بس لنوضح شغلي أنه لك مسرح الشيكسبيري ومسرح الأغريقي هايدي هاي أعمال ما بتموت هايدي على طول موجودة صحيح تلعب وأجيال من سنين طويلة عم تلعب هايدي الأدوار نفسها بس فيش مرة أنقلنا أنه هيدا استنساخ لا هايدي رؤيا كل ممثل هو كتابة جديدة بيعملها للدور من مخيلته من مخزونه العاطفة من مخزونه الحسة هيدا علم يعني أنا إيش بتروح اتبرنا مخزونة لا لا هي مخزونة غير مخزونة فأنا ما بروح بقلدها وبشوفها بعمل حركاتها يمكن فيه أشخاص كانوا عم بيجربوا أنه يعتمدوا بعض أنا لا أنا ضد هيدا الشيء ويمكن بديلك شغلين يمكن لأنه المادة هي مكتوبة يمكن يجوا بمحل معين يلتقوا بشيء من الظاهب هنو عم بيعبروا عن هيدا يعني تقولي أنه ليه لأنه في شي بيبقى يعني مشترك لأنه في شيء هيدا جاي من الكاتب صح بإحساس الكاتب بده يترجم ما فيه كاتب بس وليكن ما ما بيكون تقليد لما يعني التقليد هو هو أنا بالنسبة لي يعني بيمنع عني المتعة متعة الأداء أنا أهم الشيء عندي إن أخلص المشهد حس بمتعة بنشوة يعني أنا إذا كنت عم شوفي كيف عملت عم جارب أعمل مثله أو إذا المخرج يمكن عطاني دايركشن طريق التحرك بالمشهد مش متل هيداك المشهد اللي هي كيف حركة لأنه هيداك غير مخرج عم يشتغل معه طبعاً اللي هيبة خلقت لبنانية وأصبحت اليوم بتركيا كنت بتحبي هاي المعادلة تكون أنت فيها أو بتحبي بعدين تكون معادلة ما أنه هلا أول تجربة كانت من تركيا إلى لبنان يوم من لبنان إلى تركيا كنت بتحبي لو كنت بارت منها أكيد هيدا دليل نجاح يعني لما أنت عمل وأداء حلو أنه أنت عربياً صرت أنت عم بتصدري لتركيا منتوجك يعني مثل التبادل التجاري والصناعي يعني هيدا نوم انت فوق فيه الصناعة فهيدا شي كتير حلو أكيد حبيت القهوة؟ كتير طيبة رح نرجع ناخد فنجان بعد شوية كمان لنحكي على فنجان قهوة بعد بعتي ومش ضروري أسماء لأ إذن نفوت بعد إلى قلب تقلا شمون أنا معيك أنا معيك تقلا شمون انت أم من دول ما تعيشي الأمومة انت أم لأولاد أخواتك كتير علاقتك فيهم مهمة بكبيرة أنا بالنسبة لألي هي الأمومة الطبيعية شغلي كتير 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 حلوة وأكيد يعني مثل مثل أي بنت كنت تتمناها ولكن حبي لأولاد أخواتي وخياتي يعني وحرصي عليهم وخوفي عليهم وأدي بحس أنه أنا يعني بدي أعطيهم يعني بحس بيتي يعني لقلهم حياتك عليهم أي يعني بحب وحتى هلا بتعفي شو الإحساس يعني كمان لأولادهم يعني هلا في منهم أولاد أولاد؟ إيه يعني بتصير تيتا تألة؟ إيه تيتا لأ عالجات كان في قاعدة كتير حلوة هالصيفية وسعبت أنه إجوا كل المغتربين من العيلة وإجوا أولاد إخواتي وخياتي ومع أولادهم وعملت لهم قاعدة عندي بالبيت وسعبت عدة زواجنا إنتي وطوني أنا وطوني وطوني تقصد ويعرفة ليش أنا بحبون إنه هنه أجل أولاد محمني حملين القاتو وحملين البالونات وحملين هذا الجموع فشفت أولاد أخواتي فإحساس إنه هود يعني بالاستمرارية هيدا الإحساس خليني أبكي بشكل مش طبيعي بتحسي إنه واو إنه شو حلو اللي يعني عرفته إنه أنت رح تروحي بس أنت رح يكون فيه ناس بعدهم عم عيشهوا كعيلة بحبوا بعض وقالت لهم بليز 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 من بعد ما نموت خليكم هاكم اجتماعيين أنا كثير ليلة ظاهر أثرت فيي وأنا فيها شيء من اللي بتقوله الشخصية أنا كثير ضؤمن فيه اللي هو التقليد العيلة يعني نحنا معروفين باللبنان إنه نحنا عنا هيك بعدنا منحب نجتمع حلق مثلنا اثنينتنا بنا نروح نعمل جمعات البربارة طبعا ايه بالفكر هالجمع شو بتتنكري؟ شو بتتنكري؟ لكن بتضيقوا مني كثير إخوتي كلهم بيلعبوا كاركتيرات كلهم بيخترعوا شخصيات إلا أنا بصورهم بقولوا لي لي أنت ما بتقولوا أنا زهقاني إلا عم كاركتيرات بتحييتي كلها كاركترات منبسط فيكم شي مرة لازم اتنكر بتقلة شمو في سني أختي دقت الباب لعندي شفت لبسي شخصية ليلة ظاهر لما كان بأول سيسم شعراتي مع البروش مع الخاتين ومشيي وراها البنت لعندن وهي ربا نبستها ربا ولعبت لسان أنا ما عاد فيه من التضحك فقالت لقاة بلعب شخصيتك الحلو أنه بتعيشي الفرح وبتعيشي كمان اللحظات شوي يعني قلت أنه بكيتة بس شفت يومس أنت بكيتين بآخر طلالي لقليك بمهرجان بيروت السينما بكيت الناس لما حكيت بكيو هاي دي الكلمة أنا عم بكتبها قداش بكيت بس لما قريتها ما بكيت تمرنت عليها ايه يعني كتير يعني كنت كلما أكتبها يفيدوا دموعي خلصت الدموع وطلعت حكيته يمكن أنه خلصت عارفة شو يعني يعني وأنا في شغلي بؤمن أنه القوي متن بقللنا تليميزة أنه ما توم يعني ما تفكروا إذا بتبكوا بتبكوا يعني هو في شغل مش أنه أنا تقصت أني ما أبكي بس ولكن العيش اللحظة متل ما هي وبالإحساس اللي أنا كنت فيه ما كان عندي أنه لازم أبكي ولا تقصت أني أبكي بس أنا كنت عم قولها بصدح بأسس تخطيت المراحل الصعبة اللي ما رأتوا فيها بالعائلة بخسارتي من خيك تخطيت هالألام؟ لكن الحمد لله أننا عائلة مؤمنة صحيح والإيمان هو اللي بيساعدك لو تتخطي لو لا الإيمان ما فيك بتتخطي شي ولكن هايدي جروحات بتبقى موجودة يعني أكيد بتبقى موجودة ما بتروح كيف بتقوي حالك؟ بالإشي الصعبة هل أنت سند ولا بتبحسي عن سند؟ لا أنا أنا شوية عاطفية يعني يعني أنا معروف عني أنه أنا أكثر من غيري بتأثر فيمكن بس تقلي كيف يعني بس بحالة المرض يعني أنا بحس بدي يكون يعني بدي بدي يكون القوية لحتى نتخطى هيدا ومثلا بذكر وتأمي قبل ما تفوت كومة يعني كنت أمي بلش تخسر نظرها وكان عندها ورن براسة فكنت أنا كل الوقت يعني أنا حاملة هيدا الموضوع وأنا اللي كنت عم ببحث بالملف الطبي طبعا بتحمل المسئولية يعني بحب إخدوم بس لما فاتت كومة وما كنا مستنظرين هيدا شي صير أنا أكثر واحدة فارتت ووقت والديك وصل لمرحلة الألزهايمر وأنت عملت شخصية ألزهايمر مع ليلى ضاهر هل أتقنتيها لأنه عشتيها فعلا أكيد يعني كثير بعرف يعني كثير بعرف كيف بيشوفوا كيف بيطلعوا كيف بيلمسوا الأشياء لأنه أنا مع بي يعني مش بس أنا نحنا كليتنا يعني كنا معه يوم بيوم طحيح يعني بعرف كثير تطور المراحل هيدا وأنا في شي هيك مقاربة يعني أنه بي كان قوي مثل ليلة ظاهر بي شخصيته كثير قوية يعني وهو كمان كان هيدا الشخصية اللي هي منشافة بالضيعة يعني لأنه كاهن و يعني مرجعية مرجعية يعني لأي فهو هو كان مربي قاسي وكان يعني كثير الغريب أنه وفعلاً لما ليلة تفوت بالالزايمير يعني أنا ما استغربت لأنه القوي بيكون هو أحداً بيصير يعني يتخطى كثير ويحط كثير على حاله فبيجي وقت بيفرد يعني ذكرته بتفرد قدرت التحمل خلاص ايه ذكرته بتفرد بتتعم أممم شو في شي بدك تنسيه على ذكر الزكريات أو الضيعة أو شي شو في شي بدك تنسي بحياتك بتتمنى تنسيه لينكي بتعرف مع اللوقات صرت بالعكس عبخاف عن الساكروني زاكروني زاكت ستعى بالخاف انسا الليكي كثير بمراحل كنت ممكن قصة حب مرأت فيها عزبتني ما بدي بقى إياها بدي أنساها أو إنو الحرب الأهلية اللي عشتها كان بدي أنساها حتى فشل يعني بممكن أداء دوري معين كليتنا بمسارتنا فيه أكيد شي حفويت طمعا بقول لا بدي أنسا بس هلا بقول لا ما بدي أنسا شي بحب أرجع روح هيك حط حالي بهايد اللحظات وبهايد الأوقات وأرجع عن جد شوف ذاتي بوقت أنا كيف كنت فكر لأنه لأنه يوم عني بتبرري لنفسيك الأخطاء يمكن بالبداية كنت برر لأن الكبرية طبعي أنه ما بيخليني أني أنا بيين أني أنا ضعيفة أنه أنا لتلك في إيجو لتلك عندك إيجو عندي عندي بس يعني جوزي عم يعلم بس يعني جوزي عم يعلم طوني مخرج وبيكتب ومنتج وأستاذ جامعي ولامع بمهنته أعطاك شي نقد ما بتنسيه بحياتك كمخرج على أداء دور معين دائما عنده شو آخر نقدر ليكي؟ يعني هو بيضويلي على بعض نقاض ضعف عندي إياه يعني؟ لازم أشتغل علي لا ما لازم أولى يعني واحدة نقضت ضعف ولو أنت إستاذ التنسيل ما بديك شوف حالي للمحبين طبعي يعني خلي للعكس لا 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 هيدا أنت أنت ستة قوية ما عندك مشكلة لا لا لأ لأ لك شغلة أنه مش قصة شي هو يعني لا يعني ببعض الأدوار ببعض المشاهد يعني بيقلي مثلا هون ينتبهي هون أشطي مثلا كان لازم تنتبهي لهذه النقطة شو يعني أشطي؟ آآ 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 هادي الترماتي بنستعملها يعني أنه يعني معطيت الدور حقه أي مدلتي على نفس المستوى بالمشهد من الأول إلى الأخر في لحظة ضعفتي فيها وشو فينا أدعطاها لنجمة تانية غيرك كمانة؟ بتتذكري منذ ما تذكر إسمها؟ لا هو والله بدلي شغلي لا حتى تور بدلي شغلي لما اشتغل مورين مورين أو مورين حتى كل المسيين كيف كان عم بيديرهم ممنع شو كان عم بيقلهم لأنه يرفض أن يوجه أي ملاحظة على العلن هو دائما بيأخذ الممثل وبيقعد معه ما أنه مخرج يعني سان بيعمل سان على لا لا حتى معي أنا حتى أنا مرته يعني ولا شي بيخدني عجنب بيحكيني بينه وبينه بدي مني كمنتجة تسميلي بوستر لمسلسل لو أنت بديك تنتجيه تنقي كاست من شاب وصبية ومنجي لكون رجل وأمرأة يعني يكونوا أربع نجوم قلتلك على الأهوة يا الله يا الله على الأهوة شو بيصير على الأهوة بترتب الجو شوية أكثر أكيد بيحبون أنا شو يعني ما بيحق لي أنا فكر بيعمل طبعا وإنت المنتجة ما حدا بيقدر يقول للمنتج لا ما بدي طبعا هو صح بالقراء مع رفيع علي أحمال كنت مأكدة إنو هالثنائية مش معقولين مش معقولين بتجننوه لو كارمن بصايبس وزافر عبيدة كمان آه إنو هيد عمل جديد يعني مش مستنصخة هلا هلا إنو هلا بشوف الليكي عنجاد مين بتفكري غير غير الكاست يلي أنت تعودت تشتغلي معه مؤخرا يعني تعرفي أنا عمتيني ثنائية حلوة بتشوفيها لو ما اشتغلت معه يعني أنا ما بدي أقول يعني أنا أنا بؤمن أنا بؤمن إنو في مخرج هو بيعرف أكتر مني مين أي ممثل يصلح لهذا الدور لأنه أنا برأي إنو مش كي يعني مش إذا هيدا نجم يعني حكما لازم يجي وهيدا نجمي حكما لازم تجي يعني أنا بقول بين هالنجوم بدنا أسامة بيعة من نقي مين الأنسب لي يلعب هيدا الشخصية مع هيدا الشخصية يعني ما منو منو إنو مثلا إنو بدي اسم فلين واسم فليتين لا في كتير أوقات يمكن إنك تختاري نجم غير مؤاتي لهذا الدور ما يعطي شخصية حقه بالوقت اللي ممكن يكون فيه نجم تاني بيعطيها أكتر صحيح أكتر هيدا 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 علم الكاستنج يعني نفس الشي بنسبة للدوري اللي أنا بدي أديه يمكن ممكن تكون فيه يمكن تكون مثلا كار من لبوس أهم مني بهيدا القلب أو رول أحمادي أو جولي أصار عم بيحكي عني اللي بعمري أو رندا كادي ف يعني منا بالضرورة إنو كلنا شاطرين وكلنا يعني أسامة مهمة بالتمثيل صحيح ولكن مين يلي ممكن أكتر فتنج يعني يتناسب مع هزا بتتابع درامة عربية طبعا بتتابع درامة لبنانية في مسلسل آخر مرة شوتي حبيتي إي يعني أنا بتعرفي أي مسلسل حبيتي؟ بطلوع الروح آه طبعا يعني الأول إنو ما كنت كتير عم بحضر يعني ولكن هيدا خليني إني مناك آه خليني إني دلني عطول أعرف شو بده يسير يعني آه هيدا المسلسل حبيته آه كمان للموت من المسلسلات اللي حضرتها كمان حبيتها آه عشرين وعشرين آه سالون زهرة آه طبعا طبعا يعني بس يعني لقالك بس اللي بطلوع روح يعني هو مني اللي تبعته آه مشهد ورا مشهد يعني تبعته كل يعني بكل الحلقات آآ آآ آخر شي شو معقولة آآ الطل تقلشامونون خلينا كمان منن بدنا نتابع عم تحضر شي هلا لا صارليك سنة شاغلتين عالشاشات وصنة بعيدة عن تطبيق الهيدا صح؟ صارليك سنة بس مش فترة طويلة بالنسبة لقالية كتي مبتق هذا طبع شو بدي أعمل؟ ما في عروض؟ لا لا ما في هلا عروض لي؟ لا نكون ينو الليش واحد بدو يعني فيتين على رمضان وفتين على ما فتين لا ما في عندي شي هلا أبدا صعبة بالتعامل؟ هلا ازا عم نللي سيط انو انا صابة لا انا عم بسأة بالتعامل ما بارف لا انا منى صابة ما بعرفي هلأ أنا بالنسبة لإليه هي يمكن الشغلة مدورة شو يعني؟ المثل النيابي والله شو يعني مدورة؟ يمكن هلأ في دور غيري يعني أنا الحمد لله أنا بعتبر أنه أنا مرأة ثلاث سنين عملت أعمال كتير حلوة صح وكتير مهمة هيدا الوقت للمناسي بيستغلوا هالوهج اللي بعده موجود لأه؟ مش أنا لحتى أقلهم هيدا الشي يعني هيدا الشي بتقرره جهة المنتجة بتقرروا التليفزيونات المنصات هني بقرروا أو أنه النجاح يعني لكن رحكون كتير صريحة معك عن جد النجاح لممثلة من عمري مش متل النجاح لممثلة هي فتية ممتعين يعني يمكن هني بيشوفوا أنه الأدوار يعني لفتاة صغيرة في كتير أدوار كبيرة وبطولات وأدوار مهمة ولكن أدوار مهمة لوحدة بعمري قليل تشوفي مسلسلات مكتوب فيها دور مهم لأمرأة خمسينية سبتينية نكون منطقيين فمن هون أنا بقول أنه الفرص ما بتكون سهلة وموجودة بكترة وع السريعة بتجي مثل لو أني كنت أنا يعني أكيد نجمت و أنا اسم هلأ كتير مهم بدوار العربي وبعرف هذا الشيء صحيح مش أني عم بتدعي شيء لا لا صحيح نحن نحن أقلنا نحن العالم بسيح ولكن أعلى بقول أنه لنكون منطقيين يعني دور يعني لعمري في مساحة حلوة ومادة هيك حلوة مش بسهل يتوفر بده وقت تقلنا أنا خلصت القهوة بديك فنجل تاني أنا كمي خلصتها من زمان أنا خلصتها من زمان بس بعد مكافية معك أنه هيك نحن هلأ باين سرسر نحن رح نكمل شكراً لأليك وأنا كتناطرة هيدا اللقاء عفكرة من زمان آه عن زمان كتير بحب أقعد أحكي أنا وياكي واللي حكيناه برات الضو كمان يعني بيفتح ملفات كتير كبيرة لكي شو ما أنا اللي بده قوله ومش عم بقوله لأنه أنا هلأ على الهوى معيك أنا من زمان متبعتك وأنا بعرف أنه أنت كنت علامة فارقة كمحاورة شكراً وكنا فعلاً نعريلي كنا دايماً نقول أنه يعني النجم اللي بتصطدي فيه إن كان فنان أو ممثل كنت تتكي على اللي بغنو أكتر من الممثل أنه نياله نقول نياله هلأ عم بتحاوره جو ما أنا كتير مبسط أنا كتير مبسط فيك وأنتو عندكن الممثل اللي عنده كتير أشياء يقوله هيدا اللي اكتشفته وعنده تجربة بالحياة كتير كبير شكراً لعليك تعالى برسل لعليك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر